اليوم احنا بشمال شرق سوريا لدرجة وصلناها من امن وامان ما شاء الله الحمد لله طبعا والله محسودين من كل المناطق يعني خاصة المنطقة الجنوبية بسوريا يعني جاعد يحاولون جاعد يحاولون يطبقون برنامجنا برنامج الإدارة الذاتية عندهم قد ما نجح طبعا هذا كله نتيجة تناقل الأخبار ناس والشيوق وجهاء يتلقون مع بعضهم ففهمهم الفكرة وهم على أرض الواقع شايفينها اليوم الهجمات التركية على الأراضي الحدودية المستمرة بشكل دائم اليوم لازم يكون فيه رادعة واليوم احنا عدنا الضامن الأمريكي اين الضامن الأمريكي من هذه التهديدات التركية وبعدين تركيا لو ما عندها ضو أو شايفة قاعس أمريكي اتجاه المناطق الشمالية كان تركيا ما تجرأت أصلا ضربت أو طلعت طيارة أو طلعت طلقة من عدهم لو ما في ضو أمريكي وبعدين أمريكا بالآوين الأخيرة لاحظنا أنه طلبت رعاياها تخلي أو تطلع من المنطقة الشمالية شمال شرق سوريا طيب هم مشعب مثلنا نحن كشعب بعدين نحن تركيا لأيمت يعني الضو الأمريكي لتركيا لأيمت اليوم الروس معروفين معروف اتجاههم مع الأتراك واتفاقهم مع النظام الإيرانيين نفس الشي نفس الشي هذا كله تحالف على منطقتنا وإحنا هنا منطقة شعب آمن شعب آمن وعساكرنا العساكر اللي موجودين اللي هم حماة الأرض والعرض هم أبنائنا أبناء العشائر أبناء هذه المجتمع أبناء هذه الناس اليوم المنطقة دفعت 13 ألف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح تيجي تركيا على الباردة المبرد بالاتفاق مع النظام أو تقاعس أمريكي أو اتفاق مع إيران أو اتفاق مع روسيا تيجون يحتلون منطقتنا لا يمكن ما يحتلون منطقتنا الأتراك اللي يقتلوننا خالص طبعا نتيجة الضربات التركية مبارح الليلة هاي اللي مرت علينا اليوم إحنا صبح الليلة اللي مرت علينا عدد شهداء من نتيجة القصبة التركية تجاوز الخمسة عشر خمسة عشر شهيد قتلهم أين وين النظام السوري والقوة العسكرية والأسلحة اللي تشلنا إحنا ندفع ثمنها وينها ليش النظام السوري ساكت على هذه الهجمات وهذه الضربات ليش ساكتين وينهم وين السلاح وين السلاح اللي إحنا دافعين ضريبته دافعين ثمنه دافعين مشانيش مشاني يصدي بأرضه ما يطلع صاروخهم على الطيارة التركية لما تلعب بالأراضي السورية بشمال الشرق سوريا وتدخل حتى على مناطق النظام وين النظام التركي هذا تغاعج تركي وتآمر على الشعب السوري في الشمال السوري نحن اليوم مع الأسف الشديد الهجمات التركية بقطاع أمريكي اليوم طيب نحن المجازر اللي مرت بمدينة الرقة حصرا لمسنا دلائل تركية وأين كان الرد الأمريكي على الدلائل التركية اللي أيام القصف اللي مضى بالأيام والسنين العجاف اللي مرت اليوم على الهامش مجرد أنه حصل تفجير بتركية اليوم شمال شرق سوريا شمال شرق سوريا اليوم مهدد والسماح بالغطاء الجوي والطيران التركي بقصف شمال وشرق سوريا يعني هذا التعدي بغطاء الأمريكي يعني إلى أين إلى أين يعني القوى الأمريكية لمجازر شمال وشرق سوريا إلى إباحة دماء أبنائنا وأطفالنا ونسائنا يعني ما هي الحجة الوهية التي اعتمدت عليها أمريكا لتلبية رقبة أردغان لمطامعه السياسية والتتريك المنطقة وإعادة الاحتلال العثماني لشمال وشرق سوريا بشكل خاص الهجمات الهجمات التي صارت من تركيا اليوم أمس هذه عملية مفرتكة مزبطة هي والأمريكان على عملية التي صارت بتركيا العملية التي صارت التفجير بتركيا هي تركيا هي سوتها أردغان الذي يفشلنا ونجاحنا جعل يظهر لكل العالم نجاحنا جعل يظهر لدارة ذاتية قوات سوريا ديمقراطية نجاحنا جعل يجنن الأردغان على هذا هذا نحن حقنا على الأمريكان الذين لدينا الموجودين لأن أردغان أخضر أخضر من أردغان أخضر من الأمريكان لأن الأمريكان من يومين لبهم رعاياهم الموجودين لدينا لتحركهم لأن نتوقع هالشي هذا وتوقعنا منهم حقنا على أمريكا أناشد شعبنا شعب شمال سوريا أن نتشوف وتضامن مع بعض حول هالأجمات التركية اللي جاعد يصير نحن نعتمد على حالنا ونعرف شون ندافع على حالنا يا الأمريكان يوقفون معنا وقفة صحيحة يا أما ينسحبون من عدنا ويمشون من غلاطين العملية اللي صارت بتركية بإسطنبول هذه شغل الاستخبارات التركية هذه سوتها فلتك إن مشان ياخذ ضوء أخضر من الأمريكان ومن الروس هو ما عنده مشكلة يقتل شعبه يضرب شعبه المهم أنه يحصل على ضوء أخضر من الأمريكان والروس على ضرب شعبنا شمال سوريا فهذه لازم يعجب وعاها شعب تركية وعاها مظبوط أنه جاء يسوي أردوغان العملية هاي اللي جاء يسويها أنه هو يريد يتوسع بمناطقنا أول احتل رأس العين تل أبيض أفرين يريد يوسع مناطقه ويأخذ نفوذ أكثر بدون إدانة من المجتمع الدولي من أمريكا من روسيا ما تما يريد يوسع العملية والفرسكة هاي كلها يتوسع بأناظنا نحن لا نسمح لهم نحن 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 نحن